قيله مرة يا سيد هولدن أعطينا دليلاً أعطينا دليلاً يمكن أن نزيف به نظرية التطور كأنه السائل مستوعب مبدأ التزييف على فكرة مبدأ التزييف لم يبتدعه كالبوبر عشان نكون صادقين أول ما نتكلم عن مبدأ التزييف كمبدأ منهجي علمي في تمييز ما هو بطبيعه علمي إما لا يصح أن يكون علمي ابتداءاً كلود بيرنار كلود بيرنار قبيب الفرنسي الكبير وصاحب الكتاب المشهور محاضرات في الطب التجريبي وترجم المشروع القومي في مصر حديثاً أعطي باعته ترجم في بداية القرن العشي في مصر ما شاء الله المصرين كانوا تبعي المشهد الفكرة العالمية كانوا بشكل جيد الآن في نوم صار عنده الأمة كانوا لسه أكثر يعني يقضى من الآن العرب كانوا هذا الكلام ترجم لأنه مشهور جداً في أوروبا ترجم العربية ما شاء الله قبل حوالي شوف مائة سنة أعيد طبعته قبل حوالي عشرين سنة مرة جديدة في مصر هو أول من تكلم عن معيار التكديب قبل كار بوبر بس كارو بوبر إيه حوله إيه إلى طروحة طروح الدكتورة تبعته طروح الدكتورة كاملة منطق البحث العلمي كله كتاب سبعمائة صفحة عن إيه عن تفريعات هذا المبدأ بدقة شديدة جداً جداً ما علي نرجع فقالوا أعطينا إيه عطينا دليل واحد أن يمكن أن نزيف به التطور لأنه إذا كان غير قابل للتزييف ما بكون علم أعرف ما قالهم سهلة حفرية أرنب فصل لا ربط حفرية أرنب قبل إيه العهد الكامبري مثلاً يالا فضل عندك الأرض في كل عالم وعندها طبقات صحيح جيب لحفرية أرنب قبل إيه ستمائة مليون سنة جيب له حفرية أرنب قبل ثلاثمائة مليون سنة فهو عساسي قطحها قالهم قبل إيه الكامبري يعني يعني جيب لحفرية أرنب إن قدرت تجيبها بطلع تطور كله غلط لأنه النمط على فكرة جميلة أني تذكرها النمط الذي ترتب به الطبقات الجوجية الأرضية يا إخواني نمط يدلي بجهادة عظيمة جداً جداً لصالح التطور لا يمكن أن تجد في طبقة سفلة كائنات أكثر رقياً من الطبقة العليا يستحيل كلما أمعنت عمقاً في الباطن كلما رأيت الحياة أقل تنوعاً وأكثر بساطة باستمرار 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 هذه بقايا هذه البصمة بصمة الحياة هذا أحد الأدلة من مئات الأدلة من مئات أحد الأدلة على صحة التطور